اعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن تقديره للرعاية والاهتمام الذين يليهما حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للسلطة التشريعية وحرص جلالته الدائم على متابعة سير العملية الديمقراطية في البلاد والتي اثمرت عن تطور دور مجلسي الشورى والنواب في تعاطيهما مع مختلف المواضيع المطروحة في الساحة واعرب معالي عن بالق اعتزازه بالاشادة الملكية السامية والتي ثمنت جهود ودور السلطة التشريعية في تحقيق اعمال وطنية متميزة مؤكدا معالي وعضاء مجلس الشورى على مواصلة العمل لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين السلطات الثلاث لتحقيق المزيد من الانجازات واشاد معالي بتشرفه وعضاء مجلس الشورى بلقاء جلالة الملك المفدى هذا اليوم معربا عن اعتزاز مجلس الشورى بما تحقق من انجازات في ظل العهد الزاهر لجلالته مشيدا في الوقت ذاته بالرؤى والتوجيهات الملكية السامية التي عبر عنها جلالته خلال اللقاء والتي تؤكد على ضرورة المحافظة على اللحمة الوطنية انطلاقا من العادات والقيم العربية الاصيلة واكد معاليان كلمات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا جاءت مفعمة بمضامين التراحم والتسامح والوحدة والتعاضد والحفاظ على السلم الاهلي والامن الاجتماعي والالتزام باحكام الشريعة الاسلامية الغراء وثمن معالي رئيس المجلس الشورى حرص جلالة الملك المفدى واهتمامه الكبير بالقوانين التي تلامس احتياجات المواطنين وتلبي تطلعاتهم وخاصة المتعلقة بإقرار الميزانية العامة للدولة وثمنا دعم جلالة العاهل المفدى للدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في مسيرة العمل الوطني وأكد معالينا المجلس سيستمر في جهوده الرامية لتحقيق التطلعات والاهداف على قدر المسئولية التي أكد عليها جلالته وفي إطار من التعاون الوثيق مع مجلس النواب الموقر والتعاون البناء مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والدعم المتواصل لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بموقف جلالة الملك المفدى الذي أكد التزام مملكة البحرين الكامل مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول تنفيذ قطر ملتزمت به في 2013 و2014 معتبرا معالي أن النهج القطري الخارج عن النسق الخليجي مرفوض باعتباره يشق الصف الخليجي مشددا معالي على ضرورة أن تتوقف قطر عن هذه الممارسات السيئة التي أضرت بها شعبها الشقيق وأن تتوقف عن دعمها للإرهاب مقدما في الوقت ذاته شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم الدائم والمستمر لمملكة البحرين حكومة وشعبا ترجمة نانسي قنقر